استطاع الشاب عمار علي الموقري من أبناء محافظة أبيان منطقة المخزن ابتكار آلة لتفقيس البيض حيث بدأت الفكرة منذ فترة قصيرة ففي بداية الأمر قام هذا الشاب بشراء طيور السمان المعروفة بطعمها اللذيذ وفوائدها الغنية بالبروتين واستفاد منها أيضا بإنتاج البيض ثم عمل بعدها على ابتكار آلة لتفقيس هذا المنتج حضرتنا الفكرة هذه منذ أن اشتريت أدقاج سمان ما يحضنوا على البيض وقيت أكثر فيهم في الفغص والإنتاج عملت لهم تحت دقاجة ما نقحت فيها الفكرة في الدقاجة وعملت لهم في حاجات حضانات ما نقحت البيض فكتنا فكرة عمل فقاصة كرتونية مسقرة من دوات بسيطة هكذا والحمد لله تقربتي كانت الأولى مبدئيا قليل والآن بدأت طورتها عملتها تقربة ما شاء الله ناجحها معي ونقحت المزارعين معي وبعض الشباب في تفقيس البيض والطيور بدأتنا فكرة هذه من ثلاث سنوات تقريبا هذه الآلة عبارة عن لمبة ومقياس حرارة أطفال وحوض ماء دافئ وكرتون يقوم هذا الشاب بوضع البيض داخل الكرتون لمدة أربعة أيام من بعدها يقوم بتقليب البيض لمدة ثمانية عشر يوم في فصل الصيف وبعدها يفقس البيض أما في فصل الشتاء تستغرق العملية عشرين يوما بدرجة حرارة ثمانية وثلاثين مكونات الفقاصة هي من القروبة ونظام جهاز سترمستات اللي يفصل الحرارة ودرجة الرطوبة وكل فيه وحوض ماء بخار ومن من روحة تتكون لتوزيع البخار داخل البطيور وعملت جهاز بسيط تغليب يدوي هم يحتاجوا البيض إلى تغليب يدوي بسبب أنه إذا ما غلبتها يكون الفراخ معوق يخرج تعبان الفراخ لازم تتغلبها باليوم ثلاث مرات أربع مرات الانتاج الطير يكون في صحة عالية إن شاء الله وصحة جميلة جدا والحمد لله فكرتي تمت والحمد لله ونقحت فيها يكون مؤول يوم من وضع البيض في الشتاء في الشتاء يكون يستغرق الوقت عشرين يوم يتأخر أما في الصيف يكون ما شاء الله يكون بعز درجة الحرارة عالية سبعة عشر يوم والفراخ ما شاء الله يخرج سليم الحمد لله وأنا تقربتي قربتها في الفصلين ما شاء الله وحشفت الفرغ بينهم فرغ الشتاء ثاني فرغ الصيف ثاني والحمد لله الآن وعملت فقاصتين فقاصة للشتاء وفقاصة للصيف يتطلع الشاب عمار للتشجيع والدعم حيث تمكن من تطبيق فكرته التي ظلت تراوده لأعوام قبل أن ينجح أخيرا في تنفيذها بإمكانيات بسيطة جدا ويطمح أن يحقق الكثير في المستقبل القريب واجهتنا صعوبات جدا بسبب انقطاعات الكهرباء الكهرباء هذه الأيام شي فتعبتنا أنا عملت فغيصة ما شاء الله في كارتونة أكثر من خمسين بيضة وبعد فترة يعني تجي تقطع عليك الكهرباء يموت علي الفراخ داخل وما أستفيد من شي وأتمنى منكم أن تشجعونا وتدعمونا في هذا الاختراح وأتمنى منكم أن تطورونا في البطارية والواح عشان يكون دعم حقكم يستمر ويكون دعمي وان شاء الله يستمر والحمد لله تفاعل كثير من المزارعين مع آلة تفقيس البيض ونالت استحسان الكثير ممن يهمهم الأمر حيث شارك بها في معارض كثيرة متخصصة في الابتكارات لإظهار فكرته التي نالت إعجاب الكثير